يسعد مساكن أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد معكم نبراس من قناة نبراس بور نعم يحضرنا أول مرة بتمنى من الاشتراك بالقناة تفي خيال الجرس حتى يوصلوا كل جديد هذا الفيديو بديو اسكر تصنيف المنتخبات العربية بقارة آسيا بديو اسكر أيضا مباراياتهم بالجبل الأولى ضمن تصفيات كأس العالم فبتمنى منكم سماع هذا الفيديو للأخير بالبداية عم يكون عندنا المنتخب القطري بصدارة المنتخبات العربية بقارة آسيا بتصنيف عالمي 62 بالمركز الثاني عم يكون عندنا منتخب الإمارات بتصنيف عالمي 65 بالمركز الثاني عم يكون عندنا المنتخب السعودي بتصنيف عالمي 60 بالمركز الرابع عم يكون عندنا المنتخب العراقي الشقيق بتصنيف عالمي 77 خامسا عم يكون منتخبنا السوري بتصنيف عالمي 87 ساديسا عم يكون عندنا المنتخب عمان بتصنيف عالمي 80 بالمركز السابع عندنا منتخب لبنان بتصنيف عالمي 89 بالمركز الثامن عندنا منتخب الأردن بتصنيف عالمي 99 أما بالمركز التاسع عم يكون عندنا منتخب فلسطين بتصنيف عالمي 102 بالمركز العاشر عندنا منتخب البحرين بتصنيف عالمي 109 بالمركز الإيداعش عندنا منتخب اليمن بتصنيف عالمي 143 والمركز الأخير منتخب الكويت بتصنيف عالمي 156 بالنسبة لمواعد المباريات أنا راح أذكرها عبر موقع كرة بتلاقي الرابط بالوصف اللي بحبي تأكد من توقيت انا رح اذكر موعد المباريات حسب توقيت دمشق وبغداد و مكة المكرمة بالبداية رح نقوم مع منتخب لبناني عنده لقاء مع منتخب قرية الشمالية الساعة 11 ونص اللقاء الثاني منتخب الاردن مع منتخب تايوان ساعة 22 منتخبنا السوري عم يكون في عنده مباراة مع منتخب فلبين ورح يكون في عندنا فيديو مخصص نذكر موعد المباراة بالضبط والقنوات الناقلة حسب ما مذكور عنا بموقع كورة موعد المباراة ساعة 22 ونص عنا منتخب اليمن رح يواجه منتخب سانكافورة ساعة 22 و45 دقيقة منتخب الهند رح يواجه منتخب عمان ساعة 4 ونص منتخب فلسطين رح يواجه منتخب أسباكستان ساعة 6 لقاء البحرين مع منتخب العلاق الشقيق ساعة 7 ونص منتخب قطر رح يواجه منتخب أفغانستان ساعة 7 ونص عنا لقاء الكويت مع نيبال ساعة 8 برجع عنا بأكد و بذكر توقيت المباراة حسب موقع كورة وإذن الله رح يكون في عنا فيديو مخصص لمنتخبنا السوري بالنسبة لمنتخب السعودي رح يكون عنده أول مباراة بعشر شهر مع المنتخب اليمني الساعة 3 أما منتخب الإمارات كمان رح يكون عنده أول لقاء عشر شهر مع منتخب ماليزيا بتمنى كل التوفيق لمنتخبات العربي وبداية موفقة للجميع بتمنى منكم شاركوا هذا الفيديو مع جميع الأصدقاء حتى يعرفوا مواعيد المباريات والمنتخبات مع ميرهي رح تلعب بأول جولي بالنسبة للنقل عم يكون نقل حصري عبر قنوات البيئين بسبور ما في أي مصدر تاني أكد أنه رح ينقل المباريات وبنهاية هذا الفيديو بتمنى يكون لإعجابكم لا تنسونا من الاشتراك وتعفي خيار الجرس حتى يوصلكم كل جديد ومتابعة صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وحسابنا على الإنستغرام يلي بحب الانضمام لقروبنا الرسمي عبر تطبيق الواتس أب حتى توصلوا روابط الفيديو هذه نحنا عم نرفع على القناة مواعيد المباريات كل يوم بيومه بتلاقوا الروابط بالوصف أو بأول تعليق شكرا لكم